بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف الآية 15 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصدح لي في ذريتي أني تبت إليك وإني من المسلمين يا جماعة آية عظيمة آية بتتكلم عن أداب جميلة جدا جدا آية دي برأت امرأة من الزنا سبحان الله ولدت بعد ست شهور ويعني أراد المسلمين في سما سيدنا عمر أن يقيم عليها الحد لكن سيدنا علي قال لا 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 استنوا حتى إذا بلغ أشده وبلغ الآية اللي قبلها سبحان الله وحمله وفصاله ثلاثون شهر سبحان الله الفصال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع حولين 24 شهر وست شهور حامل بقى 30 هود 30 شهر فلذلك المرأة تبرأت ولكن المقصود من إيها يا من بلغ الأربعين يا من بلغ الأربعين مستنى يا عم مستنى يا سيدي شوف الإيها بتقول لك إيه حتى إذا بلغ أشده بنقول أشد 18 أو 33 سنة في الجنة إن شاء الله وبلغ أربعين سنة وبلغ أربعين سنة الأربعين سنة ده بقى سن الفهم والرزانة والعقل والحكمة لذلك الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى أعطوهم رسالة في سن الأربعين سن الأربعين ما نخيبش بقى سن الأربعين واه نعمل إيه عم الحاج نعمل إيه سيدي سن الأربعين يا حبيبي نعمل إيه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أكبر نعمة نعمة الإسلام وأتممت عليكم نعمتي نعمتك أنت أكبر نعمة إذا كان معك الإسلام معك كل شيء فقدت الإسلام فقدت كل شيء والله لو معك عربيات وصيارات وعمارات الدنيا كلها والأرض بما فيها فقدت الإسلام فقدت كل شيء معك الإسلام معك كل شيء اسمع بس مني نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يا جماعة بري الولدين مهم جدا في الآي دي ودائما ربنا قرن شكره شكر الوالدين قال أنا شكر لي فلقمان ولي والديك سبحان الله وصلنا لسانا بولدي إحسانا وقد ربك لتعبد إليه وبالوالدين إحسانا خلي بالك يا جماعة مهم جدا اللي فهم دي وأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه يعني بعد سن الأربعين إذا غلب شرك خيرك فانتظر النار إذا غلب خيرك شرك فانتظر النار يعني عايز أقول ده مش حديث ده ورد في الأثر وفيه كلام ولكن اللي عايز أقوله في حديث تاني بيقول معنا ده صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الساحل البخاري قال لقد أعذر الله إلى رجل بلغ ستين سنة لو واحد بقى سنه ستين سنة ولسه منيل على عينه بعمل بقى المصايب اللي بيعملها وشره أكتر من خيره ما بيصليش مش عارف المسجد فيه بعرفش يتوضى بيعدي عن ربنا خالص بالكلية ومات إهل جراله لقد أعذر الله إليه خلاص ما فيش عندك عزر تقبل به ربنا والله ما في عندك عزر تقبل به ربنا يا من بلغ الأربعين باستنى إيه يا حبيبي الصحابة في سنة الأربعين كانوا بجيبوا الفرج بتاعهم اللي مو كده خلاص فيش نوم فيه تهجد فيه عبادة فيه توبة إني توبت إليك إني توبت إليك أنا عملت زنوب كتير قوي إني توبت إليك لقد أعذر الله إلى رجل بلغ ستين سنة إني توبت إليك وإني من المسلمين يا جماعة قال وأصلح ليه في ذريتي وأصلح ليه في ذريتي إني توبت إليك وإني من المسلمين زي ما أنت كنت بارب والدك ربنا سبحانه وتعالى سيجعل أبنائك بارين بك فلذلك يا من بلغ سنة الأربعين مستنى إيه يا من بلغ سنة الأربعين مستنى إيه المسجد مفتوح الوضوء ممكن تتوضى وتصلي ممكن تعمل صدقة ممكن تتوب إلى الله ممكن تعود إلى الله لذلك أنت منتظر إيه بعد سنة الأربعين بظن أغلب الناس في سنة الأربعين عملوا حيات تجوزوا وعندهم فلوس وعندهم بيوت وعندهم كل حاجة في سنة الأربعين أنت مستنى إيه إيه هو الخبر السعيد أو اللي مش سعيد مستنين هو خبر موتك صدقني صدقني بعد سنة الأربعين بتنتظر إيه ما هو إلا مسافات إلى المقبرة فلذلك عايزك تنتبه وتعود وتنوب وتأوب إلى الله سبحانه وتعالى ارجع إلى ربك عز وجل يا من قصرت في الصلاة صلي يا من قصرت في الذهاب إلى المزيد اذهب إلى المزيد سيام رمضان وخلي بالك خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى مش هيعز بحد ألا ما يقوم عليه الحج يا من بلغ الأربعين هذه رسالتي لك اليوم يا من بلغ الأربعين ماذا تنتظر ملك الموت فأسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يثبتنا وإياك على الهدى والتقى ودايما ندعو بدعاء رب العالمين سبحانه وتعالى نقول كما قالت سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب يريد شير اند كير يريد تعملوا شير للفيديو دهوت عشان الخير يعوم إن شاء الله والداله على الخير الكفاعله السلام الله عليكم ورحمة وبركاته